موسيقى مساء الخير لا يذكر القدس إلا حراس قضيتها أولئك المقاتلون لرمزيتها ومفاتيحها بمساجدها وكنائسها بناسها وأصحاب البيوت غير الخاضعة للهدم والبيع ومن تذكر القدس في يومها هم الذين تسكن القدس بالهم كل يوم فافتتحت التظاهرات أولا من قلب المدينة المقدسة ومسجد الأقصى ثم جالت على مدن إيرانية وعراقية وسورية لكن المسيرات الأضخمة استضافتها شوارع اليمن المتأثرة بجراحها العربية وخرج الشعب اليمني بمسيرات جماهيرية كبيرة في صنعاء والحديدة وصعدة تتصدرها الأعلام الفلسطينية في وقت يحتاج اليمن نفسه إلى تظاهرات ومواقف تطالب بوقف الحرب عليه التي تسببت بمجاعة وأمراض وتدمير ومئات آلاف القتلى والجرحة في حرب العرب على العرب وفاليمنيون بيوم القدس فيما غابت المظاهر الشعبية عن دول عربية أخرى ولسيما الخليجية منها لسببين الأول أن يوم القدس العالمي هو مناسبة يعود ريعها إلى إيران عندما أطلق الإمام الخميني اسم يوم القدس العالمي على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والسبب الثاني والأهم أن عددا من الدول العربية بدأ منذ سنوات العدى التنازلي عن القدس والقضية الفلسطينية برمتها وبات اليوم يمهد لما يعرف بصفقة القرن ومع بروز هذا السبب يبطل العجب وتغيب مظاهر فلسطين في يوم القدس أو في أيام أكثر خطرا قرر فيها الرئيس الأمريكي إهالة العرب ونقل سفارته على توقيت نكبتهم وبكلام ضمير القدس السيد حسن نصر الله أنه لو تركت لشعوب العربية إرادتها لم تلأت الشوارع بالغاضبين لكن هناك من يريد أن يحمي عرشه هنا وعرشه هناك وأضاف أن هناك محورا أمريكيا سعوديا إسرائيليا ممنوحة يتنفس فيه بشيء إلو علي أبل إتس واقتبس نصر الله كلاما لترامب نفسه الذي قال يوما إن بعض الدول في المنطقة إذا تخلينا عنها تسقط في أسبوع واحد ورأى أن ثمن الحفاظ على العروش هو تصفية القضية الفلسطينية متحدثا عن تبرير دينيا لم نكن نسمعه من قبل وعن من سماهم وعاذ الصلاطين والتنظير الذي يعطي الصهاينة الحق في الأرض استنادا إلى القرآن الكريم والإنجيل وكشف نصر الله عن خيانات عربية عقارية وقال إن بعض رجال الأعمال العرب يشترون بيوت المقدسيين لبيعها للصهاينة ومن القدس إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي طلقت اليوم أولى مراحل الصرف من حكومة تصرف الأعمال وأبلغها وزير الخارجية جبران باسيل إقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة إلى حين صدور تعليمات أخرى وبدأ باسيل بالخطوات التصعيدية التالية وقد ردت المفوضية على وزير الخارجية من جناف فأكدت صحة مخاوفه واعتبرت أن الأوضاع في سوريا غير ملائمة للعودة وذلك خلافا لكل المؤشرات الميدانية التي تؤكد عكس ذلك